ومن القدس ينضم إلينا مراسلنا زميننا أحمد البوديري أحمد أراك الآن تقف ربما أمام المنزل المهدوم يعني إجرائيا من ناحية الإجرائية سلطات الاحتلال تقوم بالهدم بشكل مفاجئ صباح اليوم وسط حراسة كبيرة جدا من قبل شرطة الاحتلال وبدون حتى إعطاء أي اختار لأهل المنزل أو لعائلة المغرب هل هذا إجراء طبيعي؟ طبعا هذا غير طبيعي أصيبت العائلة حقيقة بحالة من الصدمة بحالة من الذهول لم تكن تتوقع بأنه خلال عدة ساعات سوف يتحول المنزل المنزل فاكا العريس الذي تزوج حديثا منذ 8 أشهر إلى ركام وإلى ضمار كامل لسلطات الاحتلال حتى لم تسلح لهم الفرصة لهذه العائلة لإخراج ما تم شراؤه حديثا من مغطنيات ومن عفش وهذه المشاهد التي نراها الآن في حي الجبل المكبر هنا في جنوبية مدينة القدس نرى الضمار الكامل الجرفات الإسرائيلية باستخدام آليات قامت بهدم المنزل بالكامل الخسائر طبعا على المستوى المالي هي فادحة جدا ولكن المشهد بالنسبة للشاب مهران ذاكا الذي سكن في البيت منذ عدة أشهر 8 أشهر فقط هو وضعه النفسي حقيقة صعب جدا منهار بطبيعة الحال كان يرى مستقبله في هذا المكان وفجأة تحول هذا المكان إلى ضمار كامل ونهيك عن أن عمليات الهدم جاءت بحجة بأن ما تم بنائه هو دون ترخيص إسرائيلية علما أن هذه العمارة بنيت منذ سنوات وسنوات ويوجد فيها ترخيص ولكن هذه الزيادة التي زادها ذاك العريس هذا الشاب الذي يوجد هناك مكان حقيقة ليشتري بيتا في مدينة القدس وبالتالي بنى على سطح منزل العائلة والانتحول إلى ركام باختصار لو سمحت على أي أساس يتم اختيار هدم المنازل يعني عاهدنا في الفترة الماضية هدم منازل لمقتسيين بشكل متواصل لكن على أي أساس يتم اختيار هدم هذا المنزل وترك ذلك اختيار المنازل في مدينة القدس وهدمها هو اختيار عشوائي يعني أحيانا يختارون جبل المكبل أحيانا يختارون منطقة شعفات لا يجد هناك سياسة إسرائيلية واضحة ولكن اللافت للانتباه هو أن الجانب الإسرائيلي تحديدا منذ بداية هذا العام منذ إعلان ترامب ولغاية هذا الشهر هناك تصعيد على مستوى الاعتقالات على مستوى الهدم على مستوى المتابعة والاستطان في مدينة القدس وهذا واضح يعني هذه المشاهد المؤلمة لهذا المنزل هي أوضح رسالة للمجتمع الدولي بأن ما يجري في مدينة القدس كما جاء في مهان مرافمة التحرير قبل عدة أيام هو تصعيد الإجراءات الإسرائيلية القمعية في المدينة أشكرك جزيلا أحمد البوديري من أمام المنزل عائلة المغربي المهدم صباح اليوم في القدس المحتلة شكرا جزيلا